اشتركوا في القناة من برنامج نقطة على السطر رح نتطر فيها لموضوع مهم ديماً والموضوع مهم لأن كل المواضيع اللي عم نحكي عنا عن جد شديدة الأهمية وهي جريمة القاع هالأطفال اتلميش وصار فيهم عن المجرم السفاح هالجريمة وتدعياتها اليوم رح نفصلها مع ضيفتنا اليوم مديرة الإرشاد والتوجيه بوزارة التربية هيلدة خوري مع رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر ومعنيين بهالبلدة بدأ نحكي هالجريمة ما لها وما عليها كيف لازم تتابع بدولة بنحكي فيها بجريمة أكتر شيء أسبوع بعدين بتنطفي وكأن شيئاً لم يكن خصوصاً إنه مبلش هالجريمة بصمت مطبق على ما يقال هلأبنا نعرف الحقيقة بسياء الحلقة في تستر عليها عم ينقال في تدخلات سياسية لعدم البوح بهالجريمة هلأ منعرف إنه ما لازم نبوح بأسامي الأطفال وهيدي إلى ارتدادات سلبية نفسية عليهم بس المجرم لازم ينال عقابه كان قبل هلأ هيدا موضوع الأول والموضوع التاني موظفي الإدارة العامة بعدين على ما يبدو مقضربين كل الاجتماعات اللي صارت مع رئيس نجيب ميقاتي ما بدون يعني كل هالعنوين اللي انطرحت مش موافقين عليها فإذاً شو تدعيت اليوم؟ استمرار موظفي الإدارة العامة بالأضراب كمان رح نحكي هاش اليوم مع عضو رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال وخصوصاً إنه في حالة من الموظفين توفت لأنه ما قدرت تدفع ثمن دواء هيدا هو دواء أو فيها حياة أو موت ما قدرت تدفع ثمن وتوفت ميه بدو يتحمل المسئولية؟ عنوانين لحلقتنا اليوم قبل ما نبتدي هالعنوين خلينا دايماً نحكي بداية بدولة العجز عن معالجة أي ملف من الملفات المعيشية اللي عم بيتخبط فيها الشعب اللبناني عم بيستمر الضعماء بالتلهيب الحصص الوزرية بدي وما بدي بالأمس صارت خطة التعافي من دون أي عافية اقترحوا صندوق للتعافي برضى المدعين وتمويل من فائد الموازنة يعني عن أي فائد عم يتحدثوا وعن أي مشاريع رح تتمول من هالصندوق بعدون عم بيضروا الرماد بالعيون بعد ما سرقوا اللي سرقوه وعن بيقوموا هلأ بدور المنقذ الفاعل يعني المدعين نطرين الفائد والنطرة طويلة يا شباب مش هلأ بوقت ندفع بمزاد علني على أرقام لوحات سيارات مميزة ما يعادل ست مليارات وميتين وخمسين مليون مليون ليرة خلينا نبتدي من السارقين والناهبين وبعدين منحكي نرجع المصريات للمواطنين أهلا وسهلا بمديرة الإرشاد والتوجيه بوزارة التربية هلدة خوري صباح النور لألك للمشاهدين والمستمعين اليوم ما تصدرت جريمة اقتصاب أطفال القاع نفذ عسكري لبناني متقاعد من بلدة القاع اللي عم نحكي عنها التابعي لمحافظة بعلبك محافظة البقاع الشمالي شرقي لبنان اهتمام كل الناس والجريمة من هول تفاصيلها تحولت إلى قضية رأي عام وشغلت اللبنانيين يعني تصوري مواطن اسمه ليس ضه استدرج عدد كبير من أطفال البلدة وأوقعهم بشباك التحرش والاعتداء الجنسي حضرتك مديرة الإرشاد وتوجيه بوزارة تربية شو عندكم تفاصيل عن هالجريمة وهال صحيح ما يحكى عن صمت مطبق حيالها وهي كانت موجودة من قبل ومستمرة هلأ يلي صار جريمة كتير كبيرة توصيفة الجرمة هيدا بيطلع عن القضاء يعني مفترض هلأ ننطر لأنه هيدا الجريمة بعهدة القضاء والقضاء أكيد بيطلع الحكم وبيطلع التوصيف المزبوط للجريمة يلي صارت بس هيدا الجريمة جريمة كتير كبيرة والتدعياتها ما بتوقف هلأ بهالأسبوعين لازم نكون عم نتعاون بين كل الوزارات وهيدا يلي اليوم جايين نحكيه لأنه هيدا العيال يلي صار معا هيدا الشيء وهو دي الأطفال بدهم مواكبة نفسية تربوية اجتماعية من هلأ لفترة طويلة تيقدروا يطلعوا من اللي هني فيه وهون بدي أكد يعني متل ما قلت حضرتك يمكن وصفنا شو كانت مهنته أو الضيعة ما هيدا بيصير بكل ضيعة وبكل مهنة يعني المجرمين يلي هني عم بيعملوا التحرش أو قضايا الاختصاب هني موجودين وينما كان محل معين وبتصير بكل الضيعة المهم هلأ أنه هيدا يكون عم بيتحاكم وضغري مش يطول تالعالم تتعلم هالجهات سياسية لا تقلل فترة طبعا توقيفه ممنوع لأنه هيدا الجريمة يعني هي جريمة تدعياته هي أقوى من القتل لما منحكي عن شخص هيك عمل بولاد هلأ نحنا ما فينا نقول العدد كوزارة تربية نحنا ما منعرف هالأمور بعهد القضاء نحنا رح نحكي شو رح نتدخل كوزارة تربية انتوا تلميز هني مدرسة متل معرفنا خاص ورسمة والتأثير اللي صار بيتخدى بيتخطى الفرد شو لازم نعمل على صعيد الفرد وعلى صعيد الجماعي وهيدا دوركم هوني في تدخل بالمدرسة وخارج المدرسة كل شي جوات المدرسة رح تكون وزارة التربية عم تهتم فيه تنسيق تام رح يكون مع وزارة الشؤون يلي كمان دورها هي بعد مع الأهل بالعيال بعد الدوام المدرسة وهوني مش بس هولي الوزارتان يلي يعني هيدا الجريمة تقددي تنسيق التام بين وزارة التربية وزارة الشؤون وزارة العدل وزارة الصحة ووزارة الدخلية وهلأ بنحكي الدور لكل واحد منهم لأنه سياسة حماية التلميذ بلبنان أو سياسة حماية الطفل بلبنان هي بتقطد التنسيق بين الجميع تنقدر نواكب يعني في وضع بسياسة حماية التلميذ مضبوط انطلقت بوزارة التربية من سنة 2018 نحن عتنسيق تام مع وزارة الشؤون يومي بكل قضية عنف إن كان لفظة أو جسدة بيتعرض له الطفل ونفس الوقت نحن كمان عتنسيق مع وزارة العدل مع الديبرتمونات الموجودين هونيك لأنه أكيد وقته بيحط القضاء إيده عليها بيكون هو البالأول عم بيحقق ومن نسق معه تنحنا نعمل المواكبة وحتى فيه تنسيق مع وزارة الصحة بأمور برنامج الصحة النفسية وغيرها من البرامج اللي لازم يخضعوا له التلميذ يعني وصلوا في مضال اللي يتعرضوا للاعتداء طيب شو بتأثر على القطاع التربوي هالجريمة على المدى الطويل خلينا نقول أنه بالعكس هو القطاع التربوي والدمانيا اللي فينا نكافح فيه هاي دي الجريمة قبل ما تحصل تا ما تحصل لأنه تنواعي تلميذ شو لازم يعملوه حتى بعد ما تحصل تدعياتها بتطول على الطفل وعالعيال وهوني قلت جملة كتير مهمة أول ما بلشتي أنه نحنا مع كسر الصمت لأمور التحرش والعنف الجنسي بعد بعض ضياء بعضه تبوي يعني أنه لا ما بدنا نخبر وما بدنا نحكي يمكن ما لازم نسمي الأطفال وهيدا عبر الإعلام يعني هيدا الشي بيمس فيهم وبيصير فيه إلو تدعيات نفسية مظبوط بس هوني لازم ينحكي عن جريمة كيف ينقلتين لازم ينميز بين شغلتين نحنا مع كسر الصمت ولازم يبلغوا عن حيل لحال التحرش حتى لو كان لفظي وهيدا في قانون بالبنان حكي عن هيدا الأمر ووصف الجريمة اللي هي للتحرش دونك هيدا لازم يكسر الصمت بس يحكوا مع الناس اللي لازم ينحكى فيهم في خط سيخن بقى الوزارة التربية في نفس الشي في خطوط بقى الوزارة الشؤون بيقدروا يبلغوها بيقدروا ضغر يبلغوا القضاء بس بمحل معين نحنا لازم نحافظ على خصوصية الأهل الولادة اللي تعرضوا تمنزيد من الوصم الاجتماعي اللي ممكن بعدين يأثر فيه التوب بالمنهج التربوي أو من يعني خلال هالوزارات إنه ما صار فيه توعية للتلميذ قبل إذا تعرضوا لأيد تحرش وليزم يعملوا من لازم يخبروا إذا يتعرفوا على أنواع فيه كتير التلميذ ما بيعرفوا شو يعني تحرش مظبوط من ضمن سياسة الحماية اللي نعملت مع منظمة يونيسف من سنة الـ 2018 صار فيه عدة أنشطة بقلب مدارس غطينا تقريبا صاروا بالخمسمائة مدرسة بس أكيد بعد عنا كتير مدارس تتغطى اللي صار أنه صار فيه نقطة ارتكاز بكل مدرسة على سياسة حماية التلميذ بالبيئة المدرسية وعبينعمل توعية شو لازم يعملوا ويبلغوا وهلأ عبركم يعني هيدا شي كتير مهم لأنه الإعلام له دور مهم حيلا شخص عم بيتعرض لأي عنف بيكون عم بيتصل ضمن أكيد تلميذ بيكون عم بيتصل على 0177000 في عنا فريق من الأخصائيين النفسيين هن اللي بيجاوبوا وهن بيتابعوا الحالي بس هون تأكد أنه نحن على التواصل تام مع الشؤون ومع العدل لأنه نحن بيخلص دورنا بمحل معين تا يبلش دور باقي الوزارات مع العيال لأنه هون كمان مش لازم على الإعلام يطلع أسامي العيال ولا لازم نحن نحط فيديو معين أو صور معينة لأنه لازم نحافظ تماما على خصوصية الطفل المعرض للعنف وعى خصوصية عائلته تبليش بعد فيه أطفال قبل ما ننتقل إلى الأستاذ يعني بشير اليوم على الخط مباشرة هو رئيس البلدية ليش بعد اليوم فيه أطفال ما بيعرفوا بس وين التوك وين النقص شو يعني تحرش ولما حدا بيتحرش فيهم شو لازم يعملوا وين بتكتاب التربية المدنية المناهج كلها عم ترجع ينعملها من جديد إعادة نظر وهيدا الشي اللي رح يصير بالمناهج الجديدة من ضمن سياسة حماية التلميذ إنه ندخل هيدا الأمور اللي عم بيشتغل المركز التربية حاليا هلأ نحنا كسياسة حماية التلميذ عم نشتغل بقلب الوزارة تنوصل لأكبر عدد ممكن بس هوني اللي بقول لما بتصير القصة مثل قصة القاع هوني لازم نتصرف كلنا بطريقة موضوعية بطريقة مهنية وهوني أنا بحي رئيس البلدية اللي فعلا ضغري تصل بوزارة التربية ونحنا عتنسيء تام تنحدد الخطوات الجاية لأنه بهالحالة ما بيكفي بس إنه نحنا نصير الأمر لمدة أسبوعين بده متابعة المدى البعيد وبده تصرف فعلا بأكتر المهنية وموضوعية لازمة لأنه فيه أهالة تأثرت فيه ولادة تأثرت فيه عيلة تأثرت وبالعكس هوني إذا صار فيه شغلة بقلب ضيعة معينة لازم أو بلدة معينة كلنا لازم نتعلم من القصص اللي بتصير تا ما تنعاد بس نفس الوقت انتبعها ما نترك بس إنه القصة بتنطفي بأسبوع وسبوعين لأنه التدعيات اللي صار بالقاع بده أشهر وسنين تنقدر نطلع منها وهيدا لازم نتعلم بكل لبنان إنه نحنا لما يصير فيه تحرش نبلغ عنه فورا أبدا ما نسكت عن هيدا الجريمة ونفس الوقت نبلش انتبعها يعني ما بيكفي نبلغ بدنا نبلغ بدنا انتبعها وبدنا كمان نشتغل على توعية تا ما بقى تصير هيدا الحالات في لبنان يمكن كان لازم نشتغل على توعية من قبل بس مناهجنا كانت هالشي عنده تابو يعني صمت على هالمواضيع على الخط مباشرة رئيس بلدية القاعل محامي بشير مطار أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان صباح الخير بستنا وصباح الخير لبيتك الكريمي وزعطيكم ألف عافية أنا رح أنطلق من نقطة ألفة مدام إيلدة وهي كسر الصمت أو حضرتك إلت وشرحة كيس بسوقت بين كسر الصمت في قضية نكلا هيدا يعني نروع المرجع المختص ونقول في تحرش أو في اعتداء أو في أهواء أو اللي هو هوني كسرت الصمت ضروري وواجب ولازم ولازم نعجز ونشوف إذا فيه تشريعات كمان بتلزم أكتر وأكتر لكذا حدا يكسر هالصمت بتفرق هيدا بان إنه نحنا نطلع على أعلام بين مزدوجان يعني ونصير نحط خبرية ورا خبرية نقزي نقزي القضية نشوع القضية نحرصها على مطرح تاني ونصير فيه تبادل الاتهامات واستغلال لأشباب وعبيدة وما تخدم القضية يعني أنا اليوم بدي قللي شغلي آآ وهلأ آآ جرع الشك بروس اللبنانيين عبر وسائل التواصل وعبر هالإعلام أو بعض الإعلام الغير مهنة إنه لك القضاء مسيس ومزارة التربية السيسي أو كيفين آآ البلدي المخطير النواب لك آآ الشؤوني ما ضل فيه حدا صالح إلا الشخص اللي يكون عم يكتوب وبيعتبر حالي هو لامرأة طيسر لا شبه عليها طيب هيدا الشغلي هيدا بتودي لمطرح ما فينا نوصل فيه لنتيجة وبتودي لمطرح هي بيقضي كتير اليوم نحنا نختم التحقيق بهالملأ والنتيجة إنه في خمس أطفال هني فيها التحقيق بهالملأ هيدا طيب رح يطلعوا طلع أصوات ناس إنه فيه عميلة طلبوها وعملوها 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 أي يعني نحكى عنكم نحكى عن إنه أهالي الآع يعني فيه صمت مطبق الجريمة كانت تمارس من أشهر وكان فيه صمت مطبق عليها وما كان بدهم إنه تنكشف هيك جريمة أمام الرأي العام هل أري رأيك إنه في الآع وفي المشكلة لا يعني عم نفسر طيعة وإذا حدا عرف إنه هاكي يعني ما بيكون أكله يعني نوضع لنتيجة أو شي بس أنا اللي عم قوله هلأ النتيجة اللي وصلنا لنا اليوم تي خمس خمس أطفال نحكى عن أعداد أكتر ليش يتناولوا أطفال أكتر هذا اللي هون بدي أقوله لذا افترضنا في أعداد أكبر نحكت بالإعلام بجرائيب ببعض الجرائيب طب مين مين مصدركم مين مرجعكم هلأ بقلهم أنا للإعلام ساعدونا إذا أنت يا صحافي أو يا أعلامي قلت في عشرين واحد هدا الخمسة عشوان في تلفلتي للقظيمة الواحد والخمسة والعشرة بالنسبة لأنها هي بيسا بس هالخمسة عشوان لأنه أنت استندت على أخبار ما إلي طعم وما إلي إليه وعلى مصادر مش موثوقة وإذا مستند على مصدر موثوق هو مصدر أمني أو مصدر بالتحقيق وصار إحل حراس فيك تروع على نايب العام التنييزي فيك تروع على مرجع قضائي وتقول أنا معلوماتي تقول هكي وتحمي مصدرك أساسا بالأنون إنه صار فيه الحراس بس هلأ ربك ما بقي سايش تصدق الناس إنه لأ بس خمسة وزيادة عن هك إذا إحنا هلأ عم نشتغل وراح نضلوا نشتغل بهذا الموضوع إنه خلي كل حدا تعرض يروح يتدعي بعد اليوم بكرة مرور الزمن ما فيه علي مرور الزمن هذا الموضوع يعني إنه إذا راح اتدعى نتيجة الضجة اللي صاره والتسييف اللي صار والتخويف اللي صار ما عطت يعني خوشت الناس وعملت رد في ساعة العكسة نحنا عم نقوله وإنه نكون فيه ملف بإيد القضاء وضيعة كلها خبرة فيه وعمل إنه للناس خلوا هالموضوع بالتداول بين الأعيين لنقدر نعرف وامدنا الروحين مش نطلع على الإعلام لبرة ويطلع خبر بدون يطلع بيان عن جهة رسمية وتقول هل أبهل أكثر هذه القصة هاك هاك لأنه كيفية أغواء لأولاده وكيفية إنه عنده محل وإنه ما عنده أذية ناس كتير عندهم محلات وإنه صارت العالم تطلع له وإنه ما قاله علاقة بالمحلات وما عنده محل لأنه أكبر عصير إنه والله شايفه الولد نايم ووعي الولد هو نايم ولقى حاله آآ تزوله تربه وما بعرف شو كمان مانا مضموطة هاي الخبرية يعني طيب إنه في ناس كتير على هذا الموضوع لا بس أنا هلأ إذا أجيتني شوفها إنه حابب يتعطى مخدرات أو حابب يروج لأنه فيك تروحي تلقطي يعني لديهم ما ترأ بي وما تسكي لا لو هلأ لو لقطوه كانو ومالتقى ولد يقول يواجه ويقل له أنت عملت معي هاك هاك شو كنتينا نعلك تاق أنتو ببقى بالقاع خبرنا كيف تصرفتو لما كتشفت الجريمة وليش هلأدة طولت حتى كتشفت هاي دا كمان إنحكا إنه من شهور شو الحقيقة مين اللي قال المشهور يعني عم نحكي بعد ما عمين شو عمين حكم إذا في إنه هلأ ممكن نحنا وقعدين نحنا عم نحكي هلأ يكون كجاريني عم بتصير إذا ما في حدا يعني مانا العملية إنه آه دا يعني الكبارية مفتوحة وخاتين أولاد وطلعين ولا شي إنه هاي دا شغلة بتصير بدها متابعة بدها بدها دقة بالموضوع ومش مش إنه كوني فكانت يعني بدك التابعي وترقبه وتشوفي وتلاقي حدا يقول ما فيك تفوتي على البيوت وتلقتي حدا بالجرم المشهود يعني نعم إنه بالآخر هاي دي هاي دي عملية شوية معقدة تاني شي يعني ما حدا يفكر إنه الأجهزة الأمنية بهالوقت والآآ إنه يعني عندها الحرافية وعندها الإمكانيات وعندها العبيد الكافي كل الناس ما في مشاكل مع هالمشاكل لما منعيشها يعني يعني بتبتبت بتوقع جبل مش إنه أجهزة أمنية ولا بلدية ولا مجتمع ما هوني نحنا في عدة قضايا في عدة مشاكل آه أنا بقلك إنه نحنا منعترك في تأثير منها أنتو وين مقصرين كبلدية ويقب برأيك ما سمعت وين مقصرين تأثير من مين يعني لأ كان لازم نتهر على جيل الشباب على إنه نتابع الموضوع نشوف نحس نظل الوالد يلعبوا بالملعب وهيك بدور رائيب نحن هلا اليوم مثلا يعني عاملين مباراة مباراة بالفوتبول الشديدة هاك اللي بأعمار من الأعمار الولاد اللي مصار معتداء عليهم عاملين مباراة بالفوتبول أربع خمس فراء ونباليات يعني هني مبادرة منهم بس هاي دي الاشترا لازم نشجعها أكتر وأكتر كنا لازم نختم فيهم أكتر وأكتر لازم نضلنا الرائد نشوف وأنا من زمان بنادي وبقول في مشاكل مخدرات بها البلد ومشاكل إنك الناس عم تطعطها وأولاد وانتبقها حالتون وراح قل لك شغلي يعني إنو نعمل ندوة توعي مشان المخدرات بيجي حدا ضابط من قوة الأمن ونصير بدنا نعبد الصال كيف ما كان لأنه الناس ملتهيه بغير مطرح وكل اياتنا التهان بغير مطرح إن كان بالسياسي أو بالمهاترات أو بالمشاكل اليومية كيف بدك تغير هلا أنتو بالبلدية كيف بدك تغير شو تك تعمل على المدى البعيد وانا نعرف القصة الحقيقية شو صار لأنه كان في قصص عم تتداول مثل ما قلت بالبداية عبر وسائل العلامة عبر مواقع تواصل هيك باختصار القصة شو صارت وكيف صارت مدام نوال القصة الحقيقية اللي صارت إنو في حدا أغوى ولاد هو من القاع تحديدا هل حدا اللي سمينا من القاع هلا لو كان غير من القاع كانت تكون المصيبة أكبر يعني إنو النتيجة واحدة نا أغوى ولاد هلا بهم هالشخص هيدا بدو يتعاقب وبدو يتحفظ كيف كان يستدرجون يعني يخدون الملعب؟ تفاصيل ما بعرف كيف كل حدا كل يعني زلمة بالقاع عايش واجتماعي وبيطلع ودينزا يعني كيف بتصير ما عدنا هي الأهمية هلا الأهمية نحنا إنو هذا الشخص نحنا رح نبداع عليه رح يفوت على الحابس رح يتخفص بالحابس وإذا في إمكانية عدله قانون العقوبات ووصله هلا الجراين يعني حكمها للأدام كدام يكون بس ممكن يكون شخص مريض يعني ممكن يكون مريض هيدا مين اللي بيبدت؟ يعني أكيد يشخص مريض لما اللي بيعمل هيك بأطفال أكيد مريض بيبدت به القصة هو القضاء طبعا هيدا القضاء هو بيعرف شو بده يعمل إذا مريض كمان ما في كي تتركيبة من الناس نعم أكيد خطروا عن الناس شغلة تانية نحنا حكينا ماما دام بيزبة وحكية يعني بالنسبة لموضوع نعمل خطة ودراسة يعني نفذها على المدى القريب والبعيد لأنه بعد جمعة ما طوزي تسمعي حدا عم يحكي بها القضية في قضايا تانية بتطلع بدنا نتابع ونحسن لولاد نفسيا واجتماعيا ووعي الأهل ووعي يعني نعمل حملة نشاطات عم ندرسها مع كل الجهات المعنية ومشكورة وزارة التربية ومشكورة وزارة الشؤون وزارة الصحة يعني وبعدنا نروح على مكرح تاني هو تفشي المخدرات في عدة أشياء فينا نعملها بيتفشي المخدرات نقدر نكشفها لأنه هون الخيط متل ما هلأ بلاش يجي ولا بيقول يعني ينكشف أنه عم يتعاطى مخدرات من خلال طحس معي ويقول مين اللي عم يعطيه بتصير تكرر الصبحة لأنه هون الأولاد ما رح يجي يتعاملوا مع تجار من برة يعني بتيكون في مرويج وانه ما تلقى مرويج واثنين عمليا بتخسفي من وطقة هلأشي هايدي رح نعمل تحركات كتيري هالموضوع ما نوع بحاجة للسرعة بس مش للتسرع لأنه بدنا نسأل الأخي الصائيين كيف بيصير التعامل مع هيك مع الولاد كيف تينا نحميهم كيف تينا نردلهم سيئتهم بنفسهم كيف نحميهم من عيون الناس وهون بديلك شغلي يعني الخطر لإعلام اللي صار أولا نحط صور لناس ما خصهم هايدي شغلي في عالم كتير وناس عندهم أولاد يعني مجرد للتشابه بالاسم شغلي تاني تسيس بتشماله يعني 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 عم بنقال في جيهات سياسية عم تضغط لحتى عدم كشفل حكي حكي نعم هيدا شي منو موجود أبدا وألدا منو منو موجود بس شغلي كمان اللي صارت وقتل عم نجي نحطي أرقام كبيري وقلت أنا الأرقام مبالغ فيها بطلع أنا بتستر عالجاريني طيب هلأ وقتل عم نيجي نحطي خمسة عشرين طفل كتب ومشي بخبرين عشرين أو سبت عشر طيب في خمسة بالملاء صار كل ولد متهم يعني الأهل عاشوا عاشوا كبوس هلأ مليح نوعيهم ويح نرقب أولادهم بس كمان ومش بهاي الطريقة كان لذي نيجي أخصائيين يخلوا الولد لحاله يحكي بعد جلسة ثمان ثلاثة هو وأهله يعني مش بهاي الطريقة تعمل تحقيق أنت فتل عند الزلم أنت تعرف لأختصاب أنت عسد عليك منا مخولين نحنا نقدر نعمل هالشي بدي يكون في حدا أخصائي يقدر يبحث المعلومين إنه يرتح له إنه لو أنه شايفنا نحنا أهل كان إجال عنا يعني كاننا نحنا بده يعني يرسح بمطرح معي يعني يشوف حدا يقدر يفهم عليه وكمان ما في بناس يعني شغلي إنه ما في بناس بالموضوع والأكتر منها تليفونه بعده بقوة الأمل إن شاء الله يحلل له إذا في شيء منحي عنه أو شيء بيقصد في إمكانيات آآ يعني يكشفوا هالشي إذا في شيء لعب فيه لسامح الله بس شؤال الأكبر هلأ بيطلع بكرة المركزاء السيد إنه منوي حتى هالشي يتصيص يعني إنه منوي الفضيحة العمل بفهم أنا إنه حدا يغطي قبل الفضيحة ما الفضيحة صارت والتوقيف صارت يعني ما بقى إذا نعمل إنه إذا نعمل شيء إذا نحنا أو مين ما كان يعني بس مين هو اللي بدي يغطيه بعد يعني نعم يعني القضية على الآخر لح توصل إلى خواتيمة والبلدية طبعا مع الجهات المعنية رح تحاول تكمل بالتوعية تكون حد الولاد حد الأطفال حد الأهل يعني لحتى ارتكبت الجريمة حتى ما تكون تدعياتها كتير سلبية نخفف من وطقة التدعيات النفسية على الأطفال وعلى الأهل كمان نحن بالنسبة لأننا ماشيين للآخر ومنقول هلأ المحرقص ومهتم من كامل نواب نزلين على الصحات أو غيرهم إذا طلبناه بعد شهر بدنا نقدر نلاقيه لأنه العملية منا ثورة هكي يعني بتفور يعني قضية بدها تكامل وبدها طول بال رح نشتغل ونحن الأولاد وولادنا بالآخر والبحب يساعدنا منا نسكرين حدا وأكيد بدنا مساعدة من الجهات المختصة والقضاء لازم ياخد مجرى ويتحاكم وأكيد هلأ الزلمي رح تحول على آآ قاضي التحقية الأول بزحلة ومتمنى هالقضية تاخد العناية اللازمة فيهالوقت اللي ما فيه تسكير قضائي أكثر أنه إذا حدا يعني نشتغل إذا حدا يتعرض يرجع يتدعي على أو أغيره نعم أنا بدي أشكرك اليوم رئيس بلدية القاع بشير مطر بدي أرجع لضيفتي مديرة الإرشاد وتوجيبة وزارة تربية لدخوري اليوم نحن ليش وصلنا له ليش ليش صار هك بقال بسياسة حماية التلميذ في شئين في الشئ اللي هو توعية وهو الأهم على الحالة الاثنين لازم نكون عم نشتغل عليهم بقلب لبنان وهيدا صارت يعني عبر يونسف وعبر باقي الجمعيات صار فيه هيدا الاتصال بين الوزارات المعنية وهون بدي أرشع أكد أنه معالي وزير التربية مع سعادة المدير العام بتنسيق تام ومتابع على هيدا الحالة وهيدا الحالة بدي تنسيق مع باقي الوزارات وخصوصا شؤونه وعدل وصحة وهيدا حكيناها بدي في نقطة آلة كتير مهمة لما الولد بيتعرض لهيدا التحرج أو للاختصاب أو لحيلا شي نحنا ما فينا نوصف شو صار غير لما القضاء يطلع يعني فيه اعتداء سطحي فيه اعتداء عمي حتى اللفظة هو كتير آسي وكتير جريمي نحنا هون بدنا روح ونقول أنه مش حيلا شخص قادر يكون يجيب الولد ويخليه يحكي عن اللي صار معه حتى مصلحة حماية الأحداث بقلب وزارة العدل بتتعامل مع جامعيات مثل إيبال مثل حماية مثل كتير جامعيات بروفيسيونال بهيدا الدمان وفيه أخصائيين نفسيين بتكون هي اللي عم تقعد مع الولد ما بيصير تحقيق مثل ما لازم تعه وخبرني شو صار معك فهون بدنا ننتبه هاو دي الولاد مش لازم حيلا شخص يكون عم بيسألهم شو عم بيصير أو عم بيتعاطى معهم هني وأهليهم لأنه فيه خصوصية وبعدين بدنا نفكر بالولد على المدى البعيد بالوصم الاجتماعي اللي ممكن يلحق العائلة والولد ففيه طريقة مهنية بالتعاطي معه أنا برأيي خلينا نترك بالأول القضاء يقول هو يحقق وبعدين فيه وزارة الشؤون يلي راح يتتابع وزارة التربية يلي راح يتتابع هلأ شو عامل معالي وزير التربية ضغري عطى تعليماته نحنا بصدد تحضير أنشطة صفية من ضمن أمور هي دعم نفسي اجتماعي ومتابعة بطريقة مباشرة وغير مباشرة مش بس لهودي الولاد كمان لكل البيئة لأنه مثل ما قال هلأ رئيس البلدية هي كل البلد هلأ بحالة بدأ متابعة وهوني بدي يقول أنه مخص بلدة القاع أنه صارت فيها هيدا الشغلة مش لازم نكون عم نعمل وصن بالعكس بلدة القاع هي كانت عم تتصرف بمهنية مع القصة ولازم نحنا من اللي صار بالقاع ومن التفاصيل اللي صارت والمتابعة اللي راح تصير مع كل هيدا نتعلم تنكون عنا جهوزية تامة بالبلدية وهون دور البلدية ودور اللامركزية بقصة الاهتمام بالطفل إن كان تربويا واجتماعيا نفسيا وكل هاودي الأساس فهوني بدي ركز عن نقطة أنه هيدا بدأ مستوى من المهنية بالتعاطي مع الولاد ومع أهليون لأنه هيدا وضع كتير دقيق وبالتأثر على الولاد على المدى البعيد في أرقام تليفوني تصوت لبنان عنا مضيخة راح نخذها راح نذكر كمان أصدقاء المشاهدين والمستمعين عن 01325555 خلو 7661100300500 واتسابكو 76611001 مين معنا؟ أهلا صباح الخير يا أهلا يعطيك العافي وبحييك وبحييك كان ضايفك بكير مطل أهلا وسهلا معك سيمون سكيف سيمون سعد الله سكيف أهلا وسهلا فيك بخصوص التحرّش إنه إذا شخص بيعرف أنا عم بتتهم ناس عم يعني هاك إفترة وتبلي وكل شي أنا عم بتحرّش ببنات ومدري شو قلت لهم واجهتهم إذا أنا عم بتحرّش ليه ما بتهجم علي ليش مين اتهمك بالأول مين اتهمك يعني اتهمتني مادام مادام جارتي وفي مشاكل وهلأ مكاترين لإزال سيارتي لأنه أنا متشكة علي هون إفترة ومأفترة إذا متهميني أنا أنا تحت القضاء أنا اسمي سيموز عدالله سكيف رقمي ستة وسبعين ستمية وستة وتلاتين سبعمية وستة وعشرين بتمنى القضاء المختص أي بالأحداث بكل شي يبعث وراي ويشوفني ويحقق معي والمرة اللي قالت إنه أنا عم بتحركش بالبنات بس بدي أعرف مين إني البنات ويشير متل ما عم بتقولي حضرتك مع احترامي في حماية أحداث أنا ضد أنا معهم للبنات أنا إذا بشوف حضان عم بيحركش ببنة غريبة مش لقالي بروح ببلوا لباية أما شي يعني شفت أنا اللي عم تذكرهم هي هاي المدام المدام اسمها تيراز شهين أنا على هو أنا مسؤولة على كلامي اللي عم تذكرهم أنا بيهم بيهم عيطلوا انطلوا انتبع عبناتك فيه شباب وهاك وهاك يعني أنا إذا بشوف ولد غريب وما خاصني فيه بروح عليه بلقطه أما بصوره بتليفوني دائما صورتني مدام هيك عم تحتي عاب عاب بقى نعم شكراً لأيلك بيش تستر أنا تحت القانون رجاءً 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 عم يسمعني ابعدت ورايي شكراً لأيلك أسرته وتشكيت بأشي غير وتهجموا علي ومكسرين لي أزازي وهلا بيقولولي بترحلة جمعة جمعتين القاضي قال ما فتأ يعني أنا متشكل على عشر أشخاص بيحصر تحقيق معهم ما توقف ولا واحد منهم مع أنه أزازي السيارتي هلا مكسول أنا وماما عيصالحو مع مين مسؤول عن هاشي إذا الأشخاص هن المعتدين علي وزدين علي حجار ومعي في جوات وزوات الكوة الأمنية فيهم حلاقة العامة وما حدا متوقف كيف شكراً لأيلك أهلا وسهلا فيك بفضل نحنا هون بس بدنا نضوع نقطة أنه هيك أمور بعهدة القضاء بس كمين بدنا نوصل رسالة لكل ولد عم يتعرض لحيال لنوع من العنف أو التحرش إن كان لفظة أو جسدة أو حيال لنوع حقه وحقك إنه يكونوا عم يتصلوا يبلغوا ويكسروا حاجز الصمت بس يبلغوا الجهات المختصة يعني هني بلغتوا لإله أو بلغت جيرانا نحنا عم نعلق على قصة بس أنا وياكي تبلغ الجهات المختصة أنا برأيي ما فينا نفوت لأنه بدك تسمعي الشخصين وهالقصة يعني أنا بهيك شغلة ما فينا نعلق علي لأنه ما بنعرف الحقيقة كيف صارت لازم اتنينيتون يروحوا على القضاء وحتى هو يروحوا على القضاء والقضاء بيقرر بس أنا كمان ما بدنا نقول إنه لأ إذا حدا عم بتعرض لعنف أو لتحرش إنه ما يبلغ بالعكس وأنا هون بوجه لكل تلميذي أو تلميذ أو طالب إذا عم بتعرض لحيال لنوع تحرش لأ تكسر الصمت يكسر الصمت ويتصلوا بوزارة التربية ونحنا منكون عم نتصل بوزارة الشؤون نحول لن والعادل تنتابع بس ما فيهن يكونوا مش عم بيبلغوا لأنه هون كمان فيه تابو هيدا لازم نشتغل عليه إنه ما منبلغ إذا نحنا تعرضنا لحيال لنوع تحرش هيدا غلط لأ من حقك ومن حقك إنه تكونوا عم بتبلغوا على حيال لنوع تحرش وهون القضاء هو بيقرر وبيوصف شو صار وساعتها لازم كل شخص مغلط تجاه الولاد أو تجاه حيال لشخص تاني بتكونوا عم بيتعاقب ونكون عم نتابع الولاد فلا أكسروا حاجز الصمت بس بلغوا الجهات المختصة على 0177000 كوزارة التربية أو بلغوا وزارة الشؤون أو روحوا للقضاء بس مهم بلغوا الجهات المختصة نعم أنتوا كوزارة التربية كيف تتعاونوا مع البلدية تحديدا يعني منها الحالة وغيرها هلأ بهيد الدومان وبغير دومانات كتير مهم وجود البلدية لأنه إذا بدنا نروح للخدمات اللامركزية من تربية من صحة من دعم نفسي اجتماعي لازم نكون عم نشتغل مع البلديات ومع وزارة الدخلية وهيدا يلي تبلش وهيدا بيشدد على معالي الوزير وكمان عرف أنه هو عم بنسق قصة التنسيق مع رئيس البلدية ليش البلدية؟ لأنه البلدية هي رح تجمع حدا من وزارة الصحة من وزارة التربية من وزارة الشؤون من وزارة العدل وبمحل معين تقدر تعمل أنشطة إن كان دخل المدارس وإن كان برات المدارس ومن هون دور رؤسة البلديات يكونوا هالقدة مسئولية لما بيصير فيه هيك شي ولما ما بيصير فيه هيك شي يعني هلأ شو رح نعمل نحنا؟ باختصار بالصاف رح نعمل أنشطة مدرسية داخل فيها دعم نفسي اجتماعي وبطريقة مباشرة وغير مباشرة رح نتناول موضوع المخدرات بس رح نكون عم ننسق مع الوزارات المعنية ورح نتناول كل القصص الخاصة بالدعم النفس الاجتماعي ونفس الوقت نتناول القصص الأكاديمية يعني هيك رح تكون وزارة التربية ورح نتابع الولاد حتى بعدين لما يرجعوا يفوتوا على المدرسة الصيفية أو يفوتوا على مدرستهم يكون فيه متابعة ونكون عارفين بأي طريقة مهنية عم نتابعون دونك هون هيدا الدور الشؤون رح تكون مثل العادة الشؤون هي عندها هيدا الملف الطريقة أساسية ورح تكون عم تتابع العيال مثل ما قالوا وزارة شؤون نفس الوقت الصحة في قصة مخدرات يعني الصحة رح تكون عم تهتم بالأمور النفسية وبالأمور الطبية والعدل هلأ الملف عنده ومثل كل مرة مع مصلحة حماية الأحداث بيكونوا عم بتصرفوا بهالقدة مهنية طيب يعطونا أحيانا ركومونداسيون لوزارة التربية كيف لازم نتصرف من خلال القاضي اللي هو كمان مسؤول على الخط دكتور شوقي عزوري الطبيب والمحل للنفسي أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان أعلم فيك تابعت موضوع القاع وقضية القاع اللي صارت قضية رأي عام لا بكلمتين فوق نعم يعني طبعا عميد متقاعد تحرش بأطفال هنه خمس أطفال تحرش فيهم اليوم السؤال لما بيصير فيه هيك تحرش على أطفال شو التدعيات النفسية اللي بتصير عليهم بدون يحملو هال هال يعني بدون يحملوهم كل حياتهم اللي عم نشوفه بالعيادة هو أثار الاعتداء خاصة إذا جاي من باي أو من حضر من العيادة بيحملو كل حياتهم كعجاب ما بيقدروا بيطلعوا منه بيتردد بهايالهم واعتلي بيتجوزوا وبجيبوهن أولاد يعني هايدي الشغلة مفروض نقدر نوصل باللبنان متل بغير باللبنان متقدمة مع أنه الوضع اللي نحنا فيه هلأ يمكن بخلينا أكتر نفكر كي بدنا نكمل نعيش من أنه كي بدنا نتبع على أولادنا بس هايدي الشغلة أساسية لا ينمروا لات بطريقة سالمة حتى يوما ما ما ينشبروا هني يكرروا هالشي يلي يلي تدع لهم هني وزهار ما أحدا تاني يعني هايدي مشكلة كبيرة لأنه تنتقل من جيل لجيل ها ونحنا بالعيادات تبعونا الأطباء والمحلين نفسيين منلاحظ أنه هالإشياء ها كان فيها ما تصير لو نوعا ما عنا مشروع يلي هو مشروع سعيفة ها حتى نادي نتخطى هالإشياء قبل ما تصير يعني هالأعتداء هيدا قبل ما يصير ها حتى نادي نخلص هالولاد ها من يوما ما من هالمشكلة هيدا تبعونا بس ذكرت دكتور معلي ذكرت أنه من أهل أو قريب إذا كان من غريب يعني بيكون وطئة نفسية أقل من غريب إيه بطريقة من الطرق لأنه إذا بدك الأهل الوقت يتحدعوا أولادهم البي العم الجد الخالق وقت يتحدعوا أولادهم بيخلقوا هندهم ألا أساسي لأنه حدا من العائلة الولاد مجمورين بطريقة من الطرق يكونوا بعضهم عندهم مثلا وقت بي يعتدي على بنته هالبنت بدأ تحمل من الطرق طيب هلأ صارت مع خمس أطفال بالقاع كيف بدنا نحميهم مع الزمن يعني منعيون الناس كيف بدون ينحموا والله سؤالي كاساسي بس صعيد يعني بدنا نجري بطريقة مهينة يعني القراب منهم مفروض يحكوهم ويفسرولهم نوعا ما شو صار طبع يحملوا هالأبا كل حياتهم يعني بدنا نحميهم بدون علاج نفسي مش بس يفسرولهم يعني بدون علاج نفسي على المدى الطويل ما هي المشكلة إنه ما مفروض نوصل لعلاج نفسي مفروض قبل العلاج النفسي نا نا نادي بنوعا ما نحن هالأولاد ونشرح لهم هم الوضع اللي هن فيه يعني العلاج النفسي بيجي شي تنوي بعدين المهم إنه بالأول يعني بالوضع اللي هن فيه هلا نقدر الأهل يلي قراب منه يدروا نوعا ما يفتسروا الانفصاد حتى وظيفة الباي تضل وظيفة أساسية براسهم ها بمعنى إنه ما يوصلوا يوما ما يرفضوا هالوظيفة هايدي ويصير حيالة باي عم ببين متل مجرل ها بطريقة من الطرق نسبة المجرون نا أنا بدي أشكرك دكتور شوقي عزوري الطبيب والمحلل النفسي أستاذ هيلدا أحكي الدكتور عن نقطة مهمة هي قصة قبل ما تصير يعني في عنا كتير توعية بالتصير وهون في نحن ناقص بهالمادو خلينا نعترف إن كان بمدرسنا إن كان بغيالنا إن كان خصوصا بهالمناطق البعيدة النائية يعني هنا في جزء من المسؤولية على المجتمع في جزء من المسؤولية على المدرسة في جزء من المسؤولية على الكل وهون لازم نتقاصة من المسؤولية تنعمل شي هلأ يعني عم بيصير حاليا بالوزارة وبما إنه المناهج عم بيرجع يعيد ينعمل عملية تطويرة بالمركز التربوي صار فيه أنشط الدعم نفسي اجتماعي رح تكون هلأ عندها محور أساسي بقلب الأنشطة الصيفية وكمان سنت جاي بقلب المدرسة من ضمن هيدا الأنشطة اللي هي دعم نفسي اجتماعي بيتمرق كل الرسية اللي اللي لازم يعرفهم التلميذ تيكون أول شي عم بيعرف حقه نعم اليوم يعني إذا أنتوا تلقيتوا خلينا نحكي شح كوزارة تربية بلاغ عن حال التحرش أو اعتداء إن كان داخل مؤسسة أو خرج كيف تتحركوا فورا يعني صلب عملكم خلينا نقول كيف بيبلغوا عندهم السفر واحد سبع وسبعين ألفين خط الساخن تاني شي فيونيجو عوزارة التربية في أخصائيين نفسيين موجودين خلال الدوام كل أيام الأسبوع فيونيجو بدون موعد مسبق يكونوا عم يشوفوهن وثالث نقطة فينا عبر الجمعيات نحنا عم نتعاون وهون بوجه تحية لكل الجمعيات اللي هي عم تبلغنا بحالات الحماية اللي عم تعرف فيها وعم نتعاون معا وأكيد يونيسوف هي عم بترعت هلأ طلعت بيان اليونيسوف ايه وبيان مهم هلأ لازم نحكي عنه البعد ما نحنا نتلقى في جزء يلي هو داخل المدرسة في جزء يلي هو خارج المدرسة في بعض الحالات مصلحة حماية الأحداث تنقدر نتصرف من بعد ما العدل تخلص أو الشؤون بيعطونا فيدباك تنحنا نعرف كيف لازم نتصرف بقلب المدرسة هايك بيصير بقلب وزارة التربية يعني مثلا بقصة سنوات جوج الصراف من بعد ما كانت بعهدت القضاء نحنا عملنا تدخل حتى مع الهيئة الوطنية للمرأة وحتى مع جمعية يونيسوف تنقدر فعلا نكون على الأرض عم نتصرف هيدا غير أنه مصلحة الأحداث عندها الجمعيات اللي كمان هي تتصرف معها تنقدر نعمل متابعة فحاليا باختصار إذا في حالة شخص عم بتعرض لتحرش أو صار معه لصمح الله اختصاب أو شي بيتصل على 0177 2000 إذا بيبلغ وهون يبدي ضوّع نقطة أغلبية الحالات اللي عم نتبلغ فيها كوزارة التربية هو إنه العنف صار خارج المؤسسة المدرسية بس ليش بيبلغونا بقلب المدارس لأنه الولد بيوسق أكتر شي ياب أستاذ عنده ياب المدير ياب شخص تاني ما بيقدر يقول لأهله بيقدر يقول لأستاذه أو مديره فنحنا الحالات التحرش اللي نبلغ فيها هي أغلبية طعم بتكون خارج المؤسسة التعليمية بس نحنا نبلغ فيها حتى بهيدا الحالة نحنا منتصرف ومنحولها يا عدل يا شؤون ومنكون عم نعمل المتابعة التربوية لأنه هيدا يلي لازم يصير نعم قولك بغير وزارات عم يشترضون لا فيه تنسيق تام يعني حتى نعطي بعرف أنه فيه مفهوم وموظف الدولي الغلط اللي هلأ يمكن لازم نطالب بحقوقه أول شيء قضربين وهلأ نحنا عنا بعد شوية رح نضاموا لإلها هلأ هيدا رابطة موظفي الدولي يعني عم بيقوموا بشغلهم ما عم بيقوموا ما هلأ موظربين وعلي ببيوتهم بس تخبرك شغلي يعني عن جد حرام الأساسية الدولي كلها يمكن بعدها عم تلقب كل أحمالها عم وظف الدولي فقط فلأ نعطي حقه تنقدر هيدا شيء تاني برات الموضوع برات الموضوع حذرت اليونيسف بتقريرها الصادر طبعا يعني عن العنف دعت إلى حماية خصوصية الأطفال ودعمهم وتمكين الأسر وطلعت يعني بيان بها الخصوص شو دورهم كسياسة حماية بيساعدوكم أنتم بوزارة التربية شو دور اليونيسف يونيسف الحقيقة كانت من أكثر منظمة كانت عم تشتغل لسياسة حماية الطفل وسياسة حماية التلميذ وهي اللي كانت وقف في حد وزارة التربية وبعدها عم تعملنا هي دعم بهيدا الخصوص وحتى في أبعض الأخصائيين اللي هن تابعين للي منشتغل معه العطول بس هون بدي شدد بيان يونيسف عن نقطتان كتير مهمين وهيدا يمكن يلي لازم نحفظه من هيدا الحلقة ونكون عم نوصله أول شي كسر الصمت لأ بلغ إذا أنت عم تتعرض لتحرش بس بلغ الجهات المختصة تيكون التعامل معك بطريقة مهنية تاني نقطة هي الحفاظ التام على خصوصية الولد المعرض للتحرش وللعنف وعا أهله وهيدا النقطة اللي نحنا لازم نشتغل كتير عليها أنه لأ ما نطلع نقول هاو دي هني أسامي الأولاد وهيدا العيال ونجبرهم لأ لازم تعملوا تصريح لأ بمحال معين خلينا نحافظ على الخصوصية مثل ما قالت يونيساف ونفس الوقت نكسر الصمت ونبلغ الجهات المختصة بعدين ما بدنا العنف يؤدي العنف وهيدا نقطة مهمة ضو عليها وفي كتير عالم ضوط عليها ونفس الشي رئيس البلدية يمكن العائلة الكبيرة اللي صار منها هيدا المتحرش مش كلها مجرمة هيدا هو اللي مجرم والقضاء هو اللي بيوصف لازم يتحاسب السرعة القصوى تيتعلموا البقيين وما حدا يقل لي انه هلأ بعدين نعطي حجاج نفسية عنده لا هيدا مجرم بغض النظر مجرم مش لازم يكون عم بيضال لازم يكون عم بياخد أصاصل للقضاء بيقولوا نحنا مش ناس نجم نحكم بدون القضاء بس نفس الوقت نحنا لازم نشجع كل شخص انه يكون عم بيكسر الصمت بس للجهات المختصة مين الجهات المختصة فيكون عم بيبلغ وزارة التربية اذا هو التلميذ فيكون عم بيبلغ وزارة الشؤون فيكون عم بيبلغ القضاء فيكون عم بيبلغ كوى الأمن يلي بوجه لهم كل تحية لانه عندهم خط ساخن كمان للأمور المتعلقة بالعيلة وبالامرأة وحتى بكل شخص معرض للعنف وعم بتصرفوا بطريقة كتير يعني بلغوا مين مابتكن بس بلغوا الناس اللي لازم تبلغوها وصار عندكن أرقام موجودة بتصرفكن بس من تكون عم نشهر ولا بالاسم العائلة ولا بالاسم الولدي اللي اتعرض للعنف لانه هيدا بمجتمعنا ممكن يكون مثل ما قال الدكتور على المدى البعيد يكون عم بيأثر عليه سلبيا طيب بعرف وزارة التربية أطلقت سنة 2018 سياسة حماية التلميذ بالمدرسة طيب شو صرتوا شغلين لهلأ منه هالسياسة هيدا سياسة سياسة التلميذ لما أطلقت بال2018 أطلقناها بالسياسة الحماية تنجاوب على الحالة إذا صارت وسياسة التوعية بالتوعية طلع كتب توزعت على كل المدارسة الرسمية مع أدوات وأنشطة تنقدر نعمل هيدا سياسة الحماية يعني مثلا كيف نعلم الولد يقدر يعبر عن حقوقه كيف نعلم الولد يكون يشتغل على الصحة النفسية يحفظ عليها كل هاو دي الأمور نحنا فيه أنشطة نعملت نفس الوقت فيه كتاب طلع عن سياسة الحماية بيقول للمدرسة أو بيقول للأهل في حال أنتوا تعرضتوا لشي كيف بتعمل وصرنا عاملين تقريبا بخمسمائة مدرسة يلي فيها نقطة ارتكاز وهيدي السنة فيه تعليمات من معالي الوزير ومن سعادة المدير العام نعممها كل المدارس الخاصة والرسمية ونحنا بطور أنه نحضر الخطة تنقدر ننفذها كلها سوى يكون وكل العالم كل المدارس الرسمية والخاصة في لبنان بس لازم كمان اللي وصلوا لهون يمكن يكون نفس السبب اللي رح يوصل يمكن تلميذ ما كسروا حاجة الصمت ولا حكوا شو تعرضوا له مش تلميذ أو أطفال يعني هون هايدي في هيك ساركل مش مظبوط هو لما منشتغل على الصحة النفسية للبلد كل الأمور بتنحل مشان هيك نحنا كلبنان مش لازم تصرفنا بس يكون على صعيد إذا صارت الجريمة كيف منتصرف لازم نكون عم نشتغل خلينا نعمل تهيد الجريمة ما بقى تصير لأنه إذا كل العالم بحالة نفسية منيحة ما منوصل بس نفس الوقت خلينا نكون واضحين إذا الجريمة جريمة وصفت من القضاء يعني باللبنان حلى بقى ياخد كل مجرم العيقاب بتاع بقوله يعني حلى حلى تيتعلموا البقيين بعدين مش هيني للتحرش نحنا باللبنان فيه طبو يمكن إذا بتسألي بتلاقي نسبة كبيرة من العالم متعرضة لتحرش ومش هيك والتحرش اللفظة هو تحرش والتحرش الجسدي هو يجراف بس كمان اللفظة هو أكتر خطر بمحلات معينة لأنه بيعمل بولينج هذا التنمر اللي عم بعيشوا الولد بمرحلة معينة يمكن ما بيحكي إلا لما يصير كبير فنحنا لازم نوعع التلميذ والولد وهي وهو والكل إنه إذا بيتعرضوا لتحرش بمحل معين إنه لازم يبلغوا لأنه مش لازم ممنوع حدا يكون عم يتعرض لهم التحرش سواء من داخل المؤسسة من خارج المؤسسة من القريبين عليهم من الإبعاد عليهم يعني هيك شغلة هلأ هيدا تصارت تنكشفت هيدا الجريمة أكيد في حدا حكي وهيدا الحكي هو شخص ضروري نهني بس نفس الوقت مش نجي نضر بخصوصيته لأنه هيدا بيأثر عليه دونك بلا لازم يبلغ عن التحرش هيدا حكي إحدا العيال اكتشفت يعني عم تبرم ع ابنه مثل ما انكتب وهون نفس الوقت بديقول للعيال اللي تعرض لها لقيتوا انه عاري بغرفة طبعا المجرد وانا هون بوجه الحديث للعيال اللي تعرضت هون يا لازم نكون عم نتصرف مهنية عالية بس لازم كمان ما نكون مش آخر الدنيا إذا صار في مشكلة كل مشكلة بتنحل ضروري أكيد فريق وزارة الشؤون رح يكون عم بيتواصل مع هود العيال ونحنا كوزار التربية رح نعمل واجبنا مع التلميذ بس كمان لازم نكون عم نتصرف صارت القصة هلأ لازم نعرف كيف نداويها وبمحل تاني لازم تكون هايدي اللي صارت هي مثل تنبلغ بحيال الله محال كأول متصير القصة تما يكونه عم بيروحوا ولاد أكتر لأنه اللي بيبلش مع ولده وما بيتحاكم أو ما بيكون عم بياخد عقابه يمكن بيرجع بيعمل نفس الشي مع ولد تاني وهيدي المشكلة نعم على كل حال لازم تتابع هالقضية لأنه في قضايا بتطلع على الرأي العام وبتكون قضية رأي العام تطلع قضية أكبر منها تصمت هالقضية لترجع تحكي قضية تانية هيدا بلبنان هيدا القضية ما لازم ينسكت عنها لازم نتابع التحقيقات للآخر مش هيك لازم نتابع التلميذ والأطفال اللي تعهدوا للآخر لأنه خياتهم النفسية بدأ وهيدا مسؤولية كمان ووزارة التربية هلأ بعد ما أعطى على الوزير تعليماته نحن في خطة عم تتحضر للصيفية وللسن الجديد يعني هيدا ما بتخلص بشهر وشهران هيدا قصة بدي متابعة على المدى البعيد ومش بس للولاد اللي صار فيهم عملية التحرش حتى لكل المجتمع ولكل المدارس تنقدر نعمل توعية على سعيد كل لبنان هيدا أهم شيء على كل حال نحن رح نتابع معكم عبر صوت لبنان هالقضية لنحكي أكتر عن تفاصيل اللي بعدها مخباية ولنتابع المسار القضائي لأنه نحن ما بنعرف في تدخلات بالقضاء أوقات يعني هيدا بترسم علامة استفهام على أمل يقول القضاء كلمته على الأقل بجريمة بالطال أطفال والتلميذ يعني ما قلن زنب الحياة كل زنبن أنهن عم يلعبوا ويستدرجوا ومش عارفين ليش وكيف وشو التأثير وليش لازم يروحوا وما يروحوا ما عارفوا شي على الأقل نازم نحمي هالأطفال مش هنك ما في أطفال والتلميذ مع الرضين وغيرهم من الأولاد وما بيحكوا لازم نكسر الصمت نحاسب المجرم ونطببه كمان لأنه ما في إنسان سواه بيقوم بهيك جراء بهيك رأينا أنا بدي أشكرك اليوم مديرة الإرشاد وتوجيب وزارة تربية لدخوري أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان الشكر إلك لأنك عم تضوع كل هود المواضيع العميقة وعم تتناوليها بطريقة مهنية جدا فشكرا لإلك ولصوت لبنان شكرا يلدعلك الحال بعد هالفاصل بدنا نحكي عن موظفي الإدارة العامة مع عضو اليوم بها الإدارة رابطة موظفي الإدارة المهندس إبراهيم نحال فاصل ونتابع أصدقاء المشاهدين والمستمعين منتابع نحن وياكم نقطع السطر بمطرح تاني يعني عم نحكي اليوم عن الإدارة العامة كمان في مشاكل وجرائم بدنا نسميها لما بتتوفى موظفي مش قادر تشتري دواء مش هيده كمان جريمة بدنا نتابع من الجرائم اللي عم بتصير بسبب هالمرة طبعا انه رويت موظفي القطاع العام اللي عم بتسوق كتير مش عم بيقدر الموظف لا يوصل على شغله ولا يتطبب ولا يدخل على المستشفى ولا يعبي سيارته بنزين مش هيك إبراهيم نحال أهلا وسهلا فيك عضو رابطة الموظفين الإدارة العامة ومارسي كتير لاستضافتكن أهلا وسهلا فيك يعني اليوم إضراب بعدكم كاملين بالإضراب طلعتوا بيان نسقتوا في كل العمل اللي عم بيقوم في الجهات المعنية والاجتماع للمدرأ العامين مع رئيس الحكومة لحتى يعطوكن محفزات تخليكن تجوا على أعمالكن ليش مرضويتو؟ شو هي المحفزات اللي أنتم مش راضين على؟ خليني بلش به هتلك جمل كان يا مكان في حاضر الزمان كنا بالأول نقول كان يا مكان في قديم الزمان هلأ رحقول كان يا مكان في حاضر الزمان توفيت موظفة في بقعة أرض سموها زورا دولة وهي دولة لبنان بسبب عدم تمكنها من شراء دوا أنه تشتري دوا هايدي الموظفة ماتت ما قدرت لقي تحب الدوا لتعالج مشاكلها الصحية أول شغلة ألف تحية لروحها الله يا رحمة هي وين تشتغل بأي إدارة؟ هي تشتغل بزارة الزراعة بمنطقة البقاع موظفة متعاقدة؟ موظفة بالملاك العام نعم ما قدرت لقي تحبة الدوا لتتعالج هايدي جريمة ما لقي الدوا ولا ما قدرت دفع أول شغلة الدوا مقطوع نعم بعدين حتى لو الدوا موجود طلبوا مننا فريش دولار بأسعار كتير غالية بسوق الزودة يعني عم تشتري دوا بسوق الزودة بدأت تشتري من الصيدلية من السوق الزودة ما هم تأمنوا لحتى تتعالج بس ما قدرت تتأمنوا هايدي جريمة بحق الإنسانية هايدي جريمة بحق البشرية جريمة بحق الموظف بحد ذاته في كتير جرائم مترا صارت في كتير موظفين ميتوا لأنه ما قدروا تحكموا ما قدروا تعالجوا يمكن ما كنا عم نضوي على يوم بس هلأ صار ضروري نضوي وضروري نقول أنه في موظفين عم بيعانوا ألف تحية لروحها ألف تحية لكل الموظفين اللي عم بيعانوا صحيا بسبب عدم إمكان إمكانياتهم يشتري أمنوا دويتهم ونحنا منهم ليش نزل البيان مبارح عملتوا بيان عملنا بيان كتير كبير وبيان كتير قاسي نعم اجتمع أول شغلة البيان أنا بيرأي إجا لحتى نقول أنه نحن مش قادرين بقى نكمل ولا قادرين نستمر رغم كل المحفزات اللي نعطيت شو هي المحفزات اللي نعطيت سوف يجتمع بسرايا الحكومية رئيس معادي والمدرأ شو عطوك المحفزات قاموا قالوا بالشكل التالي نعم رفعوا بدل النقل أول شي كان بـ 8000 للـ 24000 للـ 64000 مبارح بدون يعطونا 95000 95000 حتى الـ 64000 من دفعت يعني حتى الـ 24000 في وزارات لحد ديت اليوم ما عندها اعتمدات لحتى تدفع بدل نقل طيب من وين كان فيه من وين ما فيه مصاري لـ ندفع للـ 24000 أو لدفع للـ 64000 كيف بدوا يصير فيه مصاري لندفع على 95000 معنى بدون يرضوكم بدون يرضونا نرجع على شغلنا وهون وعم بيربطوا 3 رباعة 3 رباعة المحفزات بالموازنة بيرجعوا يقولوا انه حتى 95000 ما بتعمل شي اليوم تنكت البنزين بـ 700000 وهلا عم يبشرون انه في حال رجع طلع النفط بالعالم ممكن تصل التنك للمليون أو للمليون ونوص يعني 95000 مش رح تكفي نحنا عم نقول وكنا بكل بياناتنا عم نذكر بحاجة لليترات بنزين وفقا للمسيفات لحتى يصير في عادلة اجتماعية انه الموظف وقت اللي بيكون سيكن قريب من بيته بياخد عدد لليترات معينين وقت اللي بيكون بعيد عن بيته بياخد كمان عدد لليترات تانين هيك نحنا منكون حريصين على الدولة وعلى ميليت الدولة وحريصين على الموظف بصيروا كل الموظفين بصيف لا بأعتقد انه بصيف وقلش بأعتقد انه بإختاروا وشالتون بإختاروا بحمده لا لا مجلس الخدمة ودوان المحيسة عندهم المؤطيات انه يقدروا يضبطوا هذا الموظف هلا هلا بهلوات هلوات 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 أنا بيتي بشكة ما في زعبير وشغلي بطرابلس نحنا معلشي خلان ولا لبن زعبير بالمه خلان نحكي الأمور تاب اليوم شو يعني التدعير انه مبدنا ومبدنا لا لا نحنا عم نطرح نشو قالونا انه منعطيكم مساعدة اجتماعية قالنا لان نحن نرفض مبدأ المساعدة لانه مبدأ المساعدة انه نحن شحادين ونحن مرنا شحادين نحن موظفين محترمين في هذه الدولة اللبنانية نحن مبدأ المساعدة مرفوض بالأساس عاطيوا بالبداية نص شهر مربوط بثلاثة أيام عمل وقت اللي يلاقيوا انه كمان ما في أمل من الموضوع حرروا المساعدة من ثلاثة أيام عمل ما رح قالونا بيعطوا المساعدة لمد شهر كامل يعني معاش شهر ولكن مربوط بيومين عمل طب ما أنا وقت اللي عم بيكون معاشي مليون ومليون ونص وهذا الحد الأدنى للموظف بيطاولوا الدوام يعني بيصير دوام أطول لا نجي يومين قال على العمل طب ما نحن رح نحطهم بنزين رح نحطهم كهرباء رح نحطهم اتصالات رح نحطهم كل شي يعني عمليا ما عطيونا أكتر من 200 ألف للموظف شو رح تعملوا المتين ألف ما بتجلبر ربطين خبز أو ثلاث ربطات خبز على بيته بنرجع للطبابة رحوا قالوا بنرفع للتعليم أربع مرات بنرفع للطبابة خمس مرات طب يا خي موقت اللي المستشفيات عم تطلب بني فراش دولار طب أنا كيف بديفوت على المستشفى حتى لو رفعتلي يا خمس مرات ورح تقلتلي إنه هاي دي الخمس مرات مربوطة بالموازنة وانتو أرد لي سير في موازنة يعني عمليا أنت عم بتبيعني سمك بالبحر بدون ما تعطيني أي شيء بدون ما تقدملي أي شيء وعم تطلب مني بالوقت ذاته أني أرجع على العمل وإرجع على وظيفتي وأمن للمواطن الخدمة بالوقت اللي أنت لأمنت للمواطن لكهرباء ولأمنت له مي ولأمنت له هاتف اتصالات ولأمنت له سلولر ولا أمنت له غاز ولا أمنت له دواء ولا أمنت له استشفاء أنتو كدولي متخليين عن كل مهامكن وعن كل وظائفكن ما بتكون تقدموا شيء للمواطن وللموظف بالوقت اللي بتكون تضغطوا على الموظف وتحط المواطن بوجه الموظف بتقولون تفضل نزيل على الشغلك وصلنا لهون وصلنا لهون نحن باشنا مكملين نحن مكملين ما عنا مجال نحن ما عنا امكاين من ضل مكملين بالمواطن بس انتو مش عم يسمعوا رأيكم بعد قلنا هلأ ما عتبينكم مخالفين للأنون ما نكون رابطا وهيدا هلأ مش وقتا نحن برأينا لا مش مخالفين للأنون نحن دجا وقلنا أنه نحن مستمرين لحد دين 15 سبعة ووقت أنه نحن بمفاوضات بالأضراب المفتوح ما حدا اللي عم نقول أنه عم نستمد شرعيتنا من الموظفين عم نستمد شرعيتنا بالوقت اللي الموظفين مصطفين وقرر الرابطة بالوقت الموظفين عم يلتزموا بقرر الرابطة هذه الرابطة شرعية وتستمد شرعيتها من قرار إذن لا مؤشرات بالأفق إلى إمكان فك الأضراب أكيد والأضراب مستمر حتى تحقيق كيفة المطالب شو راح يصير به الدولة تحللت الدولة تحللت مسؤولية الدولة نحن مسؤولين عن عدم وجود كهربة بالدولة رغم 50 مليار خلينا نسمع هلأ شو بدأ تقول زينة محمود أخت فاطمة طالب الموظفة بمصلحة الزراعة بالإبقاع واللي توفت بسبب عدم قدرتها على تأمين الدواء زينة الله يرحمها والعواض بسلامتك مرفي إليك شو القصة شو الحقيقة خلينا نعرف ليش توفت اليوم فاطمة الحقيقة هي أنه من سنة لهلأ أو من تشهر لهلأ كانت مريدة طلب طلب للحكيم دواء كان سروين نعم نعم تفضع لي طلب لدواء الكونسير بلّش يتمش تأسف الدواء متوفر كل شي وهي كمان كتير تحسن تأول شي من شهرين نقطع الدواء شرنا بدأ نأمن الدواء برمنا لكذا منطقة وكذا يعني بكل المناطق لحتى نأمن لعلب الدواء ما كانوا يقدروا يأمنوا المياه ما كان موجود بلبنان ما كان موجود بلبنان مقطوع صح ايه صار يقولونا مقطوع نعم بس هي أكيدة فيه متوافرة بس طلبنا أنه بأي تعمل من نزيبها صار يقولوا نحنا عم نزيبها من تركيا بألف دولار عشرين حب الدواء بدوا نحقق ألف دولار لشيء قدس كانت عم تقبض لحتى تجيبها يعني بتطفع ثلاثين مليون بحساب كرمال حب الدواء جابتها هيدا السهر السهر البعضه لم بدأ تأمنها ما كانوش كمان يأمنوا لي يعني ما قدرت جابته من تركيا وما قدرت أمن التمنه لا متأدراني ما قدرتها تجيبه أكيد ما قدرتها تجيبه بألف دولار تبايت بدون دواء ضلت بلا دواء شهران بيهوض شهران كان فيه كتير متحسن ثمانيم دلنية ويعني بلست تتحسن بيهوض شهران دي وقفت الدواء رجعت رجعت أكثر ما كانت بترجعت لحالة السفر وأقل صارت تحت السفر كمان حوال الحكيم عجرعة كيميائي أمنوا لأول جرعة أول جمعتين جمعة بدأ الجرعة كمان الجرعة مقطعت طب إنه كل ما بدأ تمشي عخطوة لأبنان تبلش تتحسن زرعة كيميائي ما كانش لأولاد أين للدكتور يعمل مستشفى تأمننا إياها بحقه قال لأ أنتو بتستطلوا وبتتطرف وبتكون تأمنوا إياها من برّة كمانا من برّة قولي حالي توافت الله يرحمها مع السلحة يتأخذت الزرعة السامنة توافت لأنه ما أدري تأمنت أول شيء دواء ولا الجرعة بعدين أولا حتى زرعة الكيميائي ما أدري تتأمنها لعلاج الكيميائي الله يرحمها شكراً لإلك الله يرحمها مادام سينا هيدا مقبول هيدا مش مقبول هيدا لي عم يصير مش مقبول مش مقبول بدولة بتحترم نفسها وتحترم الموظفين وين وزارة الصحة؟ وين وزارة الصحة؟ لأنها هي مضمونة وين الحكومة؟ لأنها تعاونية موظفية الدولة وين الدولة؟ وين الدولة؟ ما نحنا وقت اللي عم نطالب أنه أمنونا إمكانية الاستشفى إمكانية الطبيبة إمكانية الهم للدولة لا أهيب لا تفعلنا حسابها وين تعاونية؟ وين تعاونية؟ وين الاستشفى؟ وين وزارة الصحة؟ وين الدولة؟ ما الدولة غايبة؟ الدولة مغايبة حالة مثل ما قلت مثل ما بلشت معقول دولة بتتركوا موظفينا يموتوا بتترك شعبة يموت لها الدرجة وصلت ما بفهم أنا هيدي مش جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون هيدي جريمة بحق الإنسانية هيدي جريمة بحق البشرية كلها جريمة بحق الموظفين نحن مش مقبول بقى كيف بدنا نرجع على وظيفتنا ونحن مشروع شهدة من نعتبر حالنا أنا إذا بكرة ملقيت دول قلب تبعي أو موظف تاني ملقى دول السكري ولا دول ضغط شو بيعمل كيف بده يقدر يقدم خدمة لمواطن هو منه يقدر يخدم حاله طب ما هو مواطن بهالدولة يعني دولة لا حيس فينا بدا تقدمنا بدل نقل ولا حيس فينا بدا تقدمنا معاش وراتب حتى نقدر حتى نشتري الدولة لا حيس فينا عاطعة الدولة يعني ما عم تميرس احتكارات الدولة والبنزين والدولار والغاز والنفط طب وين دولة العديلة الاجتماعية اللي لازم هي تقول انا مستعدة خلقا على الدورة هون انه تجي من دولة لدولة تأمن الغاز والكهرباء صلوا الشمال دير عمار والزهراني مقطوعين منطفيين طفيوا لا كهرباء صلنا عشر طيام لا مي صلنا عشر طيام طب كيف نعيش تحنا قام ووظفين وقام وواطنين بالوقت زيته طب هايدي مقبول طب لا يقدر ادفع للاشتراك انا معاش بده يعطيني خمسة مليون يعني المكسيموم حيطلع مع المساعدة الاجتماعية مع كل شيء اربع خمسة مليون ما بيكفوا للاشتراك طب كيف بدي انا تأمن ادويتي وآمن ولادي طب انا شفت معانات عند احد الموظفين عنده والدين صغار واحد عمره خمسة واحد عمره سبعة بالراد ومسكر قام لفلهم خبزي حافلة حتى يطعميهم ويعشيهم طب هايدي مانا معانات لموظف مش عم بيحسوا بمعانات المواطن طب لوين قادرين توصلوا بالاضراب اليوم مستمرين بالتحركين إلى حين إلى حين تأمين كافة المطالب سو يعنيك سو هي المطالب المطالب سبق وذكرنيها اكتر من المرة تصحيح الرواتب والاجور نقدر ندعيش بحياة كريمة ما بدنا نموت طب ما بقى فيه دولة فيه دولة فيه دولة فيه اموال فيه كتير اموال نحن سبق وحكينا عن تهرب الضريبة عن تهرب الجمركة عن الجمعيات الوهمية عن جمعيات الولاد والنسوان ما بعرف شو عن الأملاك البحرية والنهرية الأموال المنهوبة نعمل نظام ضريبة عادل نروح نجيب أموال الهندسات المالية ندفعهم على الفوائد اللي أخدوها 49% هل في عادل انه كمان فيه ناس بتاخد سندات خزينة بفوائد 49% وهندسات مالية لمصارف ياخدين كذا مليار دولار هل معقول انه 50 مليار دولار للكهرباء وما فيه كهرباء بعدين نظام الضريبة ليش بدو يبقى هايك بلبنان نحنا لازم يكون عنا نظام ضريبة عكس مثل ما هلأ موجود نحنا 80% نظام ضريبة غير غير مباشرة ايه بس هم ما بيتحققوا هلأ ليش ما بيتحققوا هلأ ليش ما بيتحققوا هلأ يعني هنه اللي عندين هاي كيني موجودين بالسلطة طيب لك هنروح على الثورة إذا هايك للموظفين حيوصلوا لانفجار اجتماعي وقالتلي بدون يبلش يموتوا أكيد هنروح لانفجار اجتماعي بكل البلد مش نحنا بس كل البلد هون بدو يتضامن وكل الشعب رح يتضامن كل الشعب عندو مسئولية يتحرك مش أنا بس بدي يتحرك أنا الموظف عم بتحرك أنا الموظف عندي اسلاحي هو الاضراب تح السقف القانون عم مارسو فيتحرك الشعب يتفضل ونضغط على الدولة لحتى تأملنا هالقصص هايدي وهو دي كلهم نسوا بدون اجتمع لمجلس النواب بيقر هالأس الساكلنا سوا بيقدر يقول أنا بدي عدل النزام الضريبة من 80% نزام ضريبة غير مباشرة إلى 80% ضرائب غير مباشرة مع ضريبة تصاعرية على الأرباح إلى 20% ضرائب غير مباشرة بس ما بدون يعملوا بدي يسألك الدولار الجمرك الدولار الجمرك اللي يجي عم يجي يحطوه بظهرنا إنه إذا هني بدون يقروا الدولار الجمرك يجي نحن نتحمل مسؤوليته يحطونا بوجه الناس بيروح بيقول رئيس الحكومي لا دولار جمرك ما في زيادة للقطاع العام إلا إذا أقرينا الدولار الجمرك يعني كأنه عم بيجي يقول أنا بدي حط المواطن بوجه الموظف ويا مواطن أنت لايك بين عم يغلي عليك لايك بين عم بي مثل ما حملونا وحاولوا وعم بيحملونا مسؤولية الانهيار الاقتصادي والانهيار البلد كله سوا بسبب سلسلة رتم ورواتب كانت عادلة جدا وكانت أقل من عادلة كمان وأقل من واجب أنه يدفعوننا يجيوا هلأ يحملونا كمان قصة الدولار الجمرك بدون يحملونا مسؤولية الانهيار الاقتصادي كله سوا بدون يحملونا مسؤولية كل شيء بالبلد ما بنرجع عالشغل ما بنرجعين عالشغل حتى تحقيق كافة المطالب لكننا عم نقول تصحيح رواتب لحتى نقدر نعيش بدل نقل لترات بنزين حسب المسافات استشفى وطبابة نقدر نعيش ونستمر بحياتنا ودعم الصندوق التعاونية الموصفية الدولة وهو دي حيكونوا للموظفين وللمتقاعدين بالوقت ذاته ولكل الأسلاك للمتعاقدين أكيد للمتعاقدين والأجرة وأتلقى أنا بذكر كلمة الموظفين هي الموظفين لكل التسميق نعم أنا بدي أشكرك عضو رابطة موظفين الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال أنا بدي أتوجه بتحية لكل الموظفين المؤضربين والملتزمين بقرار الرابطة وبقل لهم بشد على إيدكن أو الله يقويكن وبني ختام بدي أتوجه به التعازي وحر التعازي لأهل زميلتنا ولكل الزملاء وقالله يرحمون برقبتنا نحن نخافز عليه ونحمينه نحقوق وهي أهم وجه بيتنا شكرا لإلك إلى اللقاء أصدقاء المستمعين بكرة مع حلقة جديدة دايما عبر صوت لبنان شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة